في تويتا كده مبارح لمحمد صلاح أصارت علامات استفاهم وقلق وتردت عليها بتويتا للزميل عزيز أسامة اسماعيل المتحادس الرسمي عن اتحاد الكورى أو الإعلامي ماذا ترى في هذه التويتا وهذا الرد؟ طيب محمد صلاح مبارح كتب هذه التويتا أنه البعض بيعتقد أنه التغيير كده تم يعني بالإشارة قعد تكونوا فاكرين الموضوع هيوقف عند أن الكوبر والجهاز يمشي لا فيه لسه أمور أو تغييرات يجب أن تحدث أو لم تنتهي بعد ده كان قد مؤشر أنه في حاجة تانية أما تغيير سياسات استدبع ده أنه صديق العزيز أسامة اسماعيل وهو من الصحفين النبيين المميزين وكاتب له قيمته والمسؤول عن الإعلام في اتحاد الكورة رده أسامة بتغريدة فعلا لا بد أن يحدث تغيير هنا بنتكلم إيه حجم التغيير طيب التويتا دي شايفها دعم الرأي صلاح ولا يعني تلقيح عليه لا لا مش تلقيح عليه أسامة عايز يقول له آه فيه تغيير بس مش التغيير اللي الناس تظنوا أنه اتحاد الكورة هيتشال لا تغيير سياسات عشان كده تغيير سياسات تغيير برامج تغيير أفكار تغيير تفكير يعني أنا عارف فلسفة عمل أنا عارف أنه هما أول حاجة اتحاد الكورة بالعلاقة اللي مرتبطة به مع الاتحاد الدولي واللايحة بتاعته المستقلة حتى عن القانون المصري تخلي سكرة إقالة مجلس إدارة الاتحاد كما كان يحدث في السابق أمر يبدو مستبعدا بنسبة كبيرة جدا بنسبة كبيرة ما لم تصفر لجان التفتيش اللي النهاردة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قرر تشكيلها ونضم إليها لجان أو لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وربما يتحرك نحوها أيضا رجال الرقابة الإدارية عشان يتم التفتيش على أعمال اتحاد الكرة برمته كنواحي مالية شوف أنا مش شايف أن النواحي المالية كانت أحد أسباب في روسيا ومش شايف أنه حيلاقه حاجة هو مش هيتكلم على روسيا أنا مش شايف هو مش هيتكلم على روسيا ولكن المبرر الوحيد اللي يقدر يخنع الفيفا بحل مجلس إدارة اتحاد منتخب في أي دولة وجود فساد مالي وجود فساد مالي ما حدش هيتكلم عنه خلاص يا فيه يا فيه ما فيه قرار يا ما فيه ولو فيه حدوده إيه ولو فيه إيه أسبابه وإيه حدوده وكيف يمكن التعاطي معاه فأنا مش هقدر أحجر على لجان تفتيش مختصة خاصة من جهات رقابية عليا هتبدأ تفعل نشاطها وتبدأ تراجع اتحاد الكرة وأعماله طيب إذا ثابت أنه فيه فساد مالي هنا هيكون القرار المسؤول خلينا أنا برضو دي دي أنا عايزك تجاوبني على السؤال أنا بكلمك ماذا وراء تويتت هل هناك شواهد لم ترسف شوف يقصودها محمد صلاح هناك شوف لأنه واضح أن محمد صلاح وعنده معلومة مه وعنده كلام كتير وشواهد كتير قدت إلى ما يحدث شوف المؤكد أنه صلاح في قمة الاستياء من أحوال معسكر منتخب مصر ده ده اللي نهمني الترصدت إيه هنا صلاح في كل تعاملاته معهم ما حسيتش أنه فيه دفء في العلاقة لبينه بين أعضاء اتحاد الكرة ومسؤول الاتحاد وربما العلاقة توترت من وقت إعلانات الطيارة وحقوق الرعاية وقتها اتحاد الكرة مع الشرك الرعاية حسوا أنه محمد صلاح بنفوزه بقوته فرض كلمته فرض كلمته لصالح تعاقداته وهنا كان لازم أنا راعي أن أنا بتكلم على واحد من أبرز لعب العالم عنده عقوده وعنده ارتباطات يجب أن ترعا ده كان حيتغرم ثلاثة مليون دولار بسبب هذا الإعلان لما رفعش أضل فبالتالي مصرعة الزراعين اللي سبقت البطولة كسب الجولة فيها صلاح هنا ما حسدش من كل أعضاء اتحاد الكرة اللي كانوا موجودين في البعثة أنه فيه دفء كافي مش مرتحين في العلاقة وهو كمان محمد صلاح لأنه دخل مصاب ودخل بمشكلة في كتفه ودخل بيه الناس منقسمة هيلحق أنه احنا بنحب محمد صلاح قوي لكن ما تلغناش تريزي جي كتب مؤخرا ودي الشلالية ودي الشلالية لأنه كبر والذين معه اعتمدوا منطق الشلالية اعتمدوا منطق الشلالية من وقت ما قعدوا يلقاحوا اعتنقوا مش اعتمدوا اعتنقوا اعتنقوا مبدأ الشلالية من أول ما كانوا ينتقدوا أنه لعبت الأهل مع بعضيها فبقى الجهاز عامل شلة اللعيبة فيه ثلاث شلات اختيارات اللعيبة فيه لعيبة اختيرت عشان فيه لعيبة في شلة عايزاها وفيه ناس اختيرت ارضاءا لسين وصاد أنا بقول لكم أسماء بس منهم على علاقة ممتدة مع المنتخب ما فيش دقيقة ان احنا نقاحهم في بعض بس لاحظنا انه بعد البطولة ما انتهت تريزيجي قال تغريدة سريعة وشالها ما معناها انه كنا حاسين انه لو صلاح كح تبقى فيه مشكلة كبيرة ولو اي لعيب بقية الفرقة حصل له الله حصل له محدش يحس بيه عمر جاب الرد بتغريدة ضد تريزيجيه مساند ليه شلت صلاح فبالتالي المسألة يسأل عن هذه الشلالية وعن هذا المنطق هذا الجهاز الشلالي قوي اللي اعتمد واقتنع وامتهن منطق الشلالية في ادارة منتخب مصر هنا اتحاد الكورة عشان يتغير لازم فكرة منتخب مصر وفكرة جهاز لمنتخب مصر لازم يختار بعناية شديدة جدا فكرة ان يبقى في مدير للجهاز دي مسألة لا تقلل من كفاءة وعلم واحد زي ايهاب الهيطة لكنه ايهاب الهيطة مدير التكنوكراط اللي هو حد فني متعلم كويس قوي اداري هايل لكنه انت محتاج مدير نجم ده مش مدير فريق ده مدير اداري اداري يدير انه وحد اداري هو محدش قال انه هو لكن اللي عايز المسؤول يحل لك مشاكل الفريق اللي عايز يكون قريب من اللعيبة فاهم اللعيبة وهم عارفين قيمته على فكرة كان في حوارات دارت بين محمد صلاح والمهندس هانا بوريدة صلاح اتكلم على انه كنا محتاجين واحد زي حسام غالي اتقال بالاسم فبالتالي فكروا جديا في ماذا كيف يمكن الاستعانة بحسام غالي كمدير للجهاز حسام غالي لو كان مدير لو كان كابتن للفرقة كنت هتلاقي انضباط بس الله يسمح السعر لابعاده موضوع ان يبعد حسام مش بس عشان من نادي الاهل عشان موضوع الكابتنة اه طبعا لو شخصيته ومشارك فيها الجهاز كامل بالكامل عشان نوصل للحظة معينة انت عارفها وانا عارفها ومصر كلها شايفة فبالتالي فكرة انه محمد صلاح يقول فيه تغييرات تانية لازم ان تحدث هو شايف انه ممكن يكون صلاح عنده رغبة انه مجلس ادارة الاتحاد يمشي ممكن يعني اقدر افهم بين السطور لكن اللي هيحدث لو لم تحدث ادانات على المستوى المالي مجلس ادارة الاتحاد مكمل لكن عنده مسؤوليات كبيرة جدا عنده مسؤوليات كبيرة في تغيير فكرة اولها يعمل لنا نظام عادل عادل للمسابقات المصرية ما ينفعش اللي حصل في كاس مصر السنة اللي ما ينفعش ما ينفعش هذا هذه السطوة انه بعيدوا مجلس ادارة رئيس لجنة حكام ما ينفعش عيدوا مجلس الادارة هو عمل استراتيجي الرؤساء اللي جان عمل تنفيذي يا جماعة ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش المزج بين الاعلام ها طبعا ومسؤولية ومسؤولية انا راجل عندي مسؤولية استراتيجيات وتنفيذية اذا بقى انا راجل في جهاز رقابي الاعلام جهاز رقابي الاعلام جهاز رقابي انا حريع بنفسي اذا لا يمكن لا يمكن